سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ان هذا الانتصار يأتي امتدادا لسلسلة من الانتصارات والانجازات التي حققتها رياضة الهجن البحرينية في المحافل الخارجية بعد ان كتبت قصة نجاح بارزة في المحافل السابقة كان اخرها انتصارين جديدين في السعودية قبل ايام وبينا سموه ان رياضة الهجن شهدت تصاعدا ملحوظا في الانجازات خلال الفترة الماضية منوها سموه برياضة الهجن ودورها البارز في تاريخ الموروث الشعبي والاهتمام الكبير الذي يليه الجميع لهذه الرياضة واضح سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ان موسم بطولات الاتحاد السعودي للهجن للعام الحالي 2021 شهد تنافسا قويا ومثيرا بين الجميع مبينا سموه الى ان هذا الانجاز سيكون حافزا لمواصلة كتابة النجاحات في الفترة القادمة مشيدا سموه بالجهود البارزة التي يبدلها الاتحاد السعودي للهجن في مواصلة ابراز رياضة الهجن وجاء فوز دفاع بالمركز الاول من فئة لقايا بكار قعدان بمسافة خمسة كيلو مترات وذلك في الشوط الاول بزمن وقدره ثمان دقائق وثانية واحدة